علماء يكشفون تفاصيل أخطر يوم في تاريخ الأرض تمكن فريق بحثياً بقيادة علماء من جامعة تكساس الأمريكية من عرض وصف وهو الأدق إلى الآن للساعات الأولى بعد استضام مدنب بقطر 80 كم بكوكب الأرض قبل نحو 65 مليون سنة في منطقة شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية مما تسبب في انقراض ثلاثة أربع أشكال الحياة على الأرض ومنها بين صورات بصمات السخور ومن أجل الوصول لتلك النتائج قام الفريق البحثي على مدى سنوات عدة بالحفر بأسفل مياه المحيط بعمق بلغ حوالي كيلومتر ونصف الكيلومتر ثم فحص تتابع السخور من الأسفل للأعلى للدراسة التغيرات التي حدثت من اللحظات الأولى للإصطدام وصولاً إلى العصر الحديث لفهم الفكرة يمكن أن تتصور السخور كحامل بصمات أمين تقوم التغيرات البيئية المحيطة بالسخور بطبع بصمة عليها وتظل تلك البصمة موجودة فيها ويمكن للعلماء رصدها والتعرف إلى طبيعة العالم في تلك الفترة من وجهة نظر مراقب عاش خلالها جاءت نتائج تلك الدراسات التي نشرت في دورية بي أني أس في التاسع من سبتمبر الحالي لتقول إن اللحظات الأولى للاستدام تبعت بتصنامي هائل بارتفاع مئات عديدة من الأمطار تسبب هذا التصنامي في إغراق موقع التصادم بأطنان من الصخور والموارد الأخرى والتي سجلت في أولى الطبقات بعد الانفجار وهي ما بدأ العلماء بدراسته للوصول لتلك النتائج وقد أشار تركيب الصخور في تلك المنطقة ودرجة ذوبانها إلى أن التصادم الأولي كان بقوة عشر مليارات قنبلة نووية بينما انطلقت موجات التصنامي الأولى في دائرة شمال تقريبا نصف قارة الأمريكية الشمالية وبحسب الدراسة الجديدة فإن الغياب الملحوظ لعنصر الكبريت في تلك الصخور المستخرجة من منطقة الاستدام يعني أنه قد تبخر بسبب الانفجار وقدر الباحثون كمية الكبريت في تلك الصخور المستخرجة من منطقة الاستدام يعني أنه قد تبخر بسبب الانفجار وقدر الباحثون كمية الكبريت المتبخرة بحوالي 325 طن متريا وهو ما أشار إلى أن الانفجار أطلق كما من الكبريت يكفي لمنع ضوء الشمس من دخول إلى الغلاف الجوي للأرض على مدى خمس سنوات وجاءت تلك النتائج لتؤكد دراسات سابقة قالت أن الانقراض الذي جرى قبل 65 مليون سنة يسمى انقراض العصر الطباشر الثلاثي كانت بسبب آثار ذلك الاستدام الهائل ويرجح العلماء أن يكون السبب تحديا قادما من أكسيد الكبريت التي سممت الغلاف الجوي على مدى سنوات عدة ثم تلاها أثر البراكين التي رفعت من نسب الكبريت في الغلاف الجوي وقضت على كميات إضافية من أشكال الحياة مصدر هذا الفيديو هو قناة الجزيرة إلى أن نلتقي في فيديو آخر أحبائي دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء